أهلاً وسهلاً حبايبي أهلاً وسهلاً مرحباً أهلاً وسهلاً في قناة يوتيوب اليوم رح أحكينا عن مدينة مدينة عظيمة ومدينة قديمة هي التدمر اللغة الإنجليزية رح كون بالميرة بس أنا رح استضمن كلمة التدمر عشان هذا فيديو رح كون في اللغة العربية الكامل الكامل بدي أقولكم حدا لانتشوف في الشاشة كتاب هذا الكتابي كتاب الأولية أنا بلشت الحب التاريخ وكانت نحنا كانت صف الحمسة ومعلمتي أعطينا كلياتنا في الأطفال الأطفال لهذا الكتاب وأول صورة عن الكتاب زي ما انتشوفكم كانت صورة التدمر ما عندي ولك فكرة ليش اتخاذ السوفيتي اخترت هادا الصورة عن كتابه ما عندي ولا فكرة بس عندي فكرة والثاني شغل سوريا و السوفيت الاتحاد اتخاذ السوفيتي للعلاقات بينه بين سوريا والسوفيت الاتحاد كان كتير كويسين يمكن عشان عطو اختران السوفيت اتفاقي يعني اخترت هادا المكان هادا السورة راح رجعي التاريخ ليش تدمر كتير مهم جدا وليش كانت المدينة الغني اذا راح اخد حريطة حريطة السورية و راح شوفكم زي متشفين الشاشة هادا الحريطة السورية وتدمر قلب السورية الوسط الوسط في سوريا و في اذا روح اذا كله يعني تدمر في الوسط وكله قريب المكان الصحراء دينة التدمر كانت متل جسر جسر بينه بين بلاد رفدين وجسر بينه بين المكان الشام بلاد الشام بلاد الشام يعني هلا الاردن الفلسطين لبنان وسوريا الجسر بينه بين هال منطقتين و هادا الجسر هادا المكان هادا المركز كانت كتير مهم جدا عشان تصوي تجارة تجارة بسيطة جدا ماني ماني بزنس حبيبي راح كون تصوي بزنس يعني انت راح جيب شغلات من صين و راح انزل في طريق الاران و اراق و هكذا الاروبا هادا كانت المنطقة عشان مليان الجمال راح راح سكون هناك و تجارة تجارة كمان راح سكون هناك شوي ارتاح صوي ارتاح و بعدين بلشوا صوو تجارة في طريق الطراف ال الاروبا قبل في وقت العديمة يعني في وقت البابلونية في وقت السورية هادا ما في كانت الطريق الى تدمر الطريق كانت الى شمال السورية الى جبال و هاي طريق كانت اطول و اعطا يعني جبال و تجار راح موت تعويل كثير تعويل بس ازا انا روخ في سحرة لطراف التدمر انا راح موت لانو التدمر ما كانت هيك مشهور مدينة لسه ازا انا راح قولكم هادا مدينة كانت جديدة و ما كانت موجود قبل هادا راح كون كتير خطا كبير لانو المدينة المكان تدمر كانت موجود في وقت الهجري في عصر الهجري عنا دليل و في مكان عشان اسرب ماي هناك الناس اللى تدرس تاريخ اروحوا هناك و شوفوا تفاصيل و دليل نعم هادا مكان كانت موجود قبل مش هيك يعني نحنا نعمنا بعدين فاينا و صرت تدمر او صرت من بطن امي هادا المدينة كانت موجود و سباب الاساسي يعني عند التنتين هودا لوكيشن يعني مكان المدينة كتير محم جدا و في عنده مي يعني الناس جيت من مصر من طرف المصر من طرف الفلسطين من طرف الخطة غريق و راحوا الى السورية في مكان الوسط السورية في سحرا مكان عشان تلتمية اجمل راح ارتحوا و التجار راح ارتحوا في مكان او سووا بيزنس كانت موجود في السوق كل شي كانوا في تدمر و بعدا اذا ناس بدو تام في تدمر راح كون تام اذا ناس بدو رجا راح رجا اذا ناس بدو يعني ساوو ثاني رحالة فضل يعني التدمر كانت هيك مركز البيزنس مثلا انا من مصر عندي عندي شاي عشان باي و عندي شاي عشان اشتري وين انا روح؟ انا روح الى التدمر او انا روح المكان الفلسطين و فيه كمان في غزة مثلا كتير الناس اشتغل متى التجار هدوليك رايحين و بعدا انا جيت الى التدمر والله ما الاقيت شو انا بدو او بدو صاوو رحالة ثاني شو انا راح نصاوي راح اخدو كل ال شو انا كانت موجود معي يعني الاترانسبرتشن كل الاجمل 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 ال 300 او 100 او حكذا و انا صاوي رحالة الى طريق البلد رف الدين الى 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 نحر فرات لانو نحر فرات هذا طريق الذحبي كتير جدا محوم لانو هذا يعني طريق الاسراء عشان انا روح من مكان الى مكان حلينا صاوي نتصور يعني انا في تدمر ما لقيت شو بدي انا مثلا ما لقيت فدي و انا راحت الى طرف البلد رف الدين الى نحر فرات احدت قريب اشا بعد احطو كل الاشياء انا شو ما بدو باعي و راحت الى طرف الحليج حليج الفرس و حليج الاربي شو بدكم عطو اسم المحوم طرف الحريج من حريج انا من حليج انا راح صاوي رحالة الى مكان فرس الى مكان الحند الى مكان سيلون او شريلانكا الى مكان الصين و حاكذا 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 بحاكذا طريق بهيك طريق ابل الناس كانت صاوي تجاهرة و التدمور كانت المكان مركز مهمة جدا عشان كل الناس يعني وقت حون وقت راح كون مش يصرف لانو في تدمور و انا ما راح يصرف وقتي صاوي كل الدوار ما راح انا صاوي رحالة الى طرف السورية الشمالية بس انا رايحة في وسط السورية تدمور كان عندو و خلا عندو قبل كان عندو مي يعني وسط السحراء مدينة مركز مكان ممي اذا مكان في موجود المي موجود الحياة يعني انا راح صاوي مثلا بدي بنا دورا شو بدي انا مي و ارد و خلصنا خلصنا قصة صح مي كانت المفتاق لكل شي يعني اذا انا عندي كتيرا الجمال الجمال خدو اللي بدو شرب مي صح تجار كمان بدو شرب مي اذا انا رايحة الى صحراء و ما في مي راح موت و تدمور كان عندو مي سبحان الله عشان هيك هذا مكان كانت موجود عشان عشان مي يعني سرتنا نقطة عنا خلا نقطة محمد جدا نقطتين اول اللوكيشن تباو تدمور هي ما يصرف الوقت و ثاني ما كان عندو مي اذا ما كان عندو مي انا مش بس ساوو تجارة بس راح ساوو الاكل و في خدار و في الثمر و في موجود حلا حلا موجود و قبل كانت موجود ناس يجووا الى التدمور و شوفوا كثير الخدار يعني كثير الشجرات الثمر كثير الشجرات الرمان الرمان سبحان الله هذا الرمان ما بعرفش ليش ناس يحب الرمان المحوم يعني هذا الساوو زراع انا ما راح كون جوان لانو في موجود مي في موجود اكل في موجود تجار شو ما بدك يا حي شو ما بدك موجود في المكان عشان كيك تدمور راح كون يعني كان رايح شوي ما شوي مدينة الغني بيزنس موجود؟ موجود ما موجود؟ موجود ما موجود؟ موجود اذا ما موجود في زراعة زراعة موجود كل الناس مش جوانين و كرشو ما شاء الله تبارك الله كله مش جوانين و مبسوطين جدا يعني مدينة كانت هدرة احضر يمين احضر شمال كله كانت احضر احضر و كانت كتير شجرات التمر اصلا شوفوا شجرات التمر كتير في هاي منطقة محمد جدا يعني فيه وقت البلاد رفدين كانوا كتير مشغور هذا الشجرة و يعني فيه كانت واحد حشرة و كانت فيه مبارك و سباب سلبي و هذا حشرة الراح و شغلته هادا الحشرة كانت صاوو لقاح عشان شجارة جيب فواكه بس هادا حشرة مات و الناس تتبلش و صاوو لقاح و لقاح فيه طريق الايد سبحان الله من هاديك الزمن يعني انا دليل و انا كل التفاصيل تفاصيل طريقي و فيه يعني صورة شلون قبل ناس صاوو لقاح الا شجرات مو بس الشجرة التمر بس الشجرة التاني عشان صاوو لقاح عشان لقاح عشان شجراتونا فواكه و هادا الشغل مش كانت الشغل في عادي انسان انسان لازم كنه راح جدا محم تمام و يعني هادا انسان في ايدو لازم كن مبارف دلو و شوفا في صورة و شاشة هيك متل هيك و ثاني ايد عندو هيك متل كورة من جلد شيء و هادا شخص راح كان راح كان صاوو لقاح أو لقاح عشان شجرة جيب فواكهل حصوصا شجرات التمر سبحان الله الحلة الحلة في مملكات العربية و في مملكات المنشوق الأوسط هادا الاعداد صاوو لقاح موجودة للحلة للحلة موجود يعني الناس ابصاو هادا اللقاح في ايدو مو اوتوماتيك تدمور او بالميرا كانت انا في موجود في منبع اكاديين هادا المنبع الماري يعني ذكرت ذكرت في هادا منبع اسم تدمور و في انا الثاني دليل كانت موجود المدينة اسمها كميش هادا مدينة كمان هي في موجودة في سوريا و مدينة الكاميش كانت مشهور مع صناء ثوف شخص من تدمور صوت رحالة الى مدينة الكاميش عشان اشتروا ثوف و شخص من كاميش هو كتبت وثيقة و فيه وثيقة موجود كلمات الهادوليك شخص من تدمور اشتريت منه هيك طريق الهادوليك انا اصدق لكم في هادا الوثيقة مدينة التدمور ذكرت هادا ثاني دليل المدينة تدمور كانت موجود قبل وقت الرومانيين قبل وقت الفرسيين و كذا 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 موحك موجود كانت على حاله بس فيه كانت الالاقة البزنس فيه كانت الالاقة التجاري شوفوا واحد شخص راحة تصوت رخاله في ثاني مكان ثاني مدينة عشان اشتري من ثاني مكان شي يعني كانت كمان في طريق التجاري بس اكيد في وقت زينوبيا ما شاء الله في الميرا تدمور كانت ممتاز و اذا شوف الصورة عادي صورة تدمور راح نشوف بس صحراء بس هي مدينة هدرة فيه تمر فيه رمعان ما بعرف ليش فيه هذا الرمعان موجود في كل الحضارات حضارات المصرية و حضارات اليونانية و حضارات الكلك الموجود ما حبو كتير الرمعان المحوم يعني تدمور حضراء نقطة ثالثة هي كانت حضراء لانو كانت موجود ماء و ما كان صحراء و برا المدينة كانت الموجود الابراج المقبرة يعني اذا انا ناس شخص ما ماني ماني ما فلوس يعني شخص غني جدا انا راح تطلب راح تطلب برج او مقبرة الي الحالي اشان فيه مستقبل جسدي راح كون في هذا برج لتلكم تدمور كانت ذكرت في في وثيق الأكادية وثيقة يعني من ماري و في وثيق الميتاني موجود و في وثيق الأبلاوي موجود و كمان موجود تدمور ذكرت في في انجل هذا حديث عن سليمان نبي سليمان و مالك شابة يعني في انجل ذكروا سليمان و شابة زوجوا ما بعد و شحر العسلي كان في مدينة التدمور و مالك الشابة هي صويت المدينة يعني صويت الأساس المدينة تدمور بس في ثاني فكرة هذا مش كانت التدمور التدمور السوري بس تدمور أردني لأنه جمب البحر المالح في أردن كمان كانت موجود مدينة تدمور ثاني في اسبانيا كمان موجود تدمور ما عنا دليل هذا صح ولا لا بس السليمان القوة السليمان ما كانت موجود في طرف التدمور لأنه هذا الطرف كانت تحت الأراميين إذا راح أحكينا كلمة إذا راح أحكينا الكلمة أن تدمور في لغة الإنجليزية بالميرة يعني مثل من بالم يعني من شجرة التمر في لغة العربية وبعدين لغة العرامية هي كلمة المعنى تمر يعني بأي طريق تمر شجرة التمر قررت صويت الفيديو في طريق الأسير عشان انتو ما مليتو يعني فيديو خاطر لانتو صع راح صوي قسم ثاني قريبا إن شاء الله حطوه طليقات إذا عندكم سوال وشكرا كتير لصبركم وشكرا كتير انتو اسماتي وكلماتي وفي اللغة العربية عارف أنا راح صويت عارف أنا صويت كتير الحطا بس نحن نتعلم شوي شوي وشوفكم على حيار صووا سبسكرايب صووا لايك ومالسلامة الله يمعكم